طيب بكرة وده اخر سؤال مباراة مهمة جدا مباراة الاهلي مع النهضة بركان شايف حراتك المباراة في ظل طبعا الخلاف والجدل اللي حاصل بس في اقل من دي ان مستوى ان الاهلي مش عاجب الجماهيل شوية جماعي ان الاهلي بعد المباراة الاخيرة بتاعة ساندونز بدأت الامور تتحسن شوية في عدم ثقة شوية في موسماني هل كل الكلام ده ممكن يأثر على مباراة بكرة ولا مباراة بكرة للمسألة مختلفة وفي خبرات لعبتنا للاهلي تختلف بكرة قدام نهضة بركان لا بيتختلف لان انت بتتكلم على ان اللعيبة بتقدر تفصل لان اللعيبة كبيرة خادت كلها مواقف صعبة بطولات كتيرة جدا فبتفصل لانت بتلعب بطولة انت كمان وانت بتلعب في الاهل والزمالك بتبع عندك خلاص انت بتتطبع بجزئة ان انت عندك النفس الطويل في البطولات الكبيرة اوي نفس الطويل في الامر ان انت تكمل موسم كامل وتقدر ازاي تتعامل مع مباراة تسعين دقيقة هي بتاخد بعد تسعين دقيقة بتاخد بطولة فلعبت لعبت الاهلي او لعبت الزمالك او مباراة بكرة الاهلي مع نهضة بركان مباراة مش هتبقى سهلة مباراة هتبقى صعبة لكن خلينا اقول لك ان الاهلي حتى في الفترات اللي فاتت دي كلها حتى وعدد كبير من اللعيبة مش في المستوى بيكسب يعني بيعرف يكسب يعني انت بتبقى يعني اللعيبة بتبقى عارفة عايزة ايه من المباراة ازاي بتعرف تتعامل مع المباراة في الدولي ازاي بتعرف تتعامل مع المباراة في افريقيا وتفصل ازاي بتعامل مع المباراة بتلعب في السوبر وازاي تعرف في تسعين دقيقة ازاي تقدر تخطف وتخلص الدوافع بقى كل دي بيبقى كل مباراة او كل بطولة بيبقى لها دوافع خاصة بيها بشكل كبير جدا أنا أرجع وأنت قلت ممكن لعبة الأهل ولعبة الزمالك يعني الفرق ما بين لعبة الأهل والزمالك أن لعبة الأهل طبعا لعبة كويسة بس كواليتي لعبة الزمالك أعلى بكتير يعني ممكن عددهم قليل بس الجودة أعلى لعبة الأهل عدد كتير بس أقل جودة من لعبة الزمالك الحقيقة يعني مش تحيوزا للزمالك مبارا ببكرة مبارا ببكرة مبارا سهلة بالنسبة للأهل يعني لأهل أفضل يعني نعدة بركان مش هو المنافس القوي بالنسبة للأهلي كابتن عاصم مرايب أشكرك شكرا جزيلا تنورتنا ودايما بتنورنا ربنا خليك أسلام كابتن نادر دايما بتنورنا ومبروك الفلوس مافيس فلوس يعطي